اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير محافظة الشمال سيناء ورغم الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة خلال السنوات الماضية إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماع تاريخ بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسبع وزراء من الحكومة بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء حيث أشار دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء بداية من رفح مرورا بالشيخ زويد وأصولا إلى العريش موضحا أن التواجد في هذه المحافظة وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين لم يكن ليتحقق لتضحيات ألاف الشهداء من القوات المسلحة المصرية والشرطة والمدنيين الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي تشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء وسيناء كلها والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري ولفت دكتور مصطفى مدبولي لأن ما رأوه في شمال سيناء السبت يدعو للفخر حيث شاهدوا على امتداد الطريق أثار هجمات الإرهاب البغيض على منشآت حقومية أو ارتكازات أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة والتي ما زالت تحمل أثارا لإطلاق الرصاص على وجهات مبنية لفتا إلى أن الحركة باتت تتم بمنتهى السهولة واليسر على النحو الذي شهدته الزيارة من الوصول إلى رفح ثم العودة إلى الشيخ زويد والعريش في رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها في تطهير سيناء من الإرهاب وأيضا العمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات التنمية وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجولة بدأت بمدينة رفح الجديدة والتي يتم إنشاؤها كبديل لمدينة رفح القديمة لافتا إلى أن رفح الجديدة مع اكتمالها ستضم أكثر من عشرة ألاف وحدة سكنية بالإضافة إلى ربعمائة بيت بدوي وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة موضحا أنه تم تفقد الجزء الأول من المرحلة الأولى والذي يضم ألف وربعمائة وحدة سكنية اكتمل تنفيذه وذلك من إجمال نحو أربعة ألاف وخمسمائة وحدة بالمرحلة الأولى مؤكدا أن المدينة مخططة ومنفذة من خلال رجال الكوات المسلحة والهيئة الهندسية والجيش الثاني على أعلى مستوى لخدمة كل المواطنين المصريين الذين سيكونون موجودين في رفح الجديدة وأضاف مدبولي أن الزيارة انتقلت إلى مدينة الشيخ زويت حيث تم تفقد مشروع محطة المحاولات التي تخدم المدينة من خلال تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة الذين نجحوا في إنجاز هذا العمل لتكون الشيخ زويت مؤمن بالكامل بالشبكة الكهربائية لفتا إلى أنه بالانتقال إلى مدينة العريش تم تفقد عدد كبير من المشروعات بداية من جامعة العريش التي تضم 11 كلية و7300 طالب من أهالي شمال سينام وكانت فرصة للقاء شباب مميز من شمال سينام الذين يتلقون التعليم على أعلى مستوى بالجامعة ولفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة شمال سينام وحدها غدت تضم خمس جامعة سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر موضحا أيضا أن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سينام والتي كانت مبنى قائما وتمت إعادة تجهيزه لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة للشعب المصري بمناسبة زيارته لسينام قائلا هنا أود التأكيد على أن جميع الأسر المصرية ضحت بأبنائها من كل الفئات وعلى جميع المستويات وربما لا يعرف الكثيرون أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان يعمل قاضيا في هذه المحكمة واستشهد في العام 2015 في إحدى العمليات الإرهابية واليوم ومع وزير العدل نقوم بتفقد إحدى القاعات التي تم إطلاق اسم أخيه الشهيد عليها وهي بمثابة رسالة قوية لكل المصريين مفادها أن مصر لا يمكن أن تنسى أبنائها الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وهو ما نراه جميعا في كل مكان فكل الميادين بأسماء الشهداء وكذا الشوارع حتى تظل ذكر هؤلاء الشهداء وأن يتم تذكر غلاوة الدم الذي دفع في هذا المكان وفيما يتعلق بتفقد محطة تحليات مياه البحر أوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعد من المشروعات الضخمة حيث أنه من المكرر مع اكتمال إنشائها أن تصل طاقتها الإجمالية إلى 300 ألف متر مقعب يوميا يستفيد منها نحو 1.5 من 10 مليون مواطن لافتا إلى أن المرحلة الأولى منها والتي بدأت تشغيل التجريبي لها تصل طاقتها الإجمالية إلى 100 ألف متر مقعب يوميا تكفي قاطني محافظة شمال سينا مؤكدا أن استكمال باقي مراحل المحطة يأتي بهدف تلبيئة متطلبات التنمية المستهدفة في هذه المحافظة مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم